يبدو أن الانضمام إلى مواقع التواصل أصبح جاذبا للكثير من المؤسسات والمنظمات والهيئات. في مصر مثلا دشلت دار الإفتاء المصرية حسابا على تطبيق تيك توك ليضاف إلى حساباتها الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن فتح حساب جديد على منصة تيك توك لم يمر مرور الكرام. بل أحدث جدلا كبيرا. خاصة أنه أتى بعد محاكمات حدثت لفتيات بسبب هذا التطبيق. ولأن الاعتقاد السائد حول تطبيق تيك توك إنه للشباب والتسلية. لا توجد الكثير من الفيديوهات المنشورة على الحساب حتى الآن. لكن ما نشر وما هو موجود حاليا هو عبارة عن فيديوهات جرافيك إرشادية تعليمية. مثلا من ضمن تلك الإرشادات والتعليمات ما يتعلق بالتحرش بموقف ضد التحرش. مثلا ومعاني الوطنية والوطن. وكذلك التحذير من نشر الفضائح الأخلاقية على مواقع التواصل. هناك فيديو أيضا لشيخ يوضح أحكاما منها عن جزاء الصبر أو الاستعانة بالصبر. وآخر عن أحكام تسميم وضرب القطط التي تأكل الطيور مثلا. بحسب مسؤولي دار الإفتاء فإنها أول مؤسسة رسمية مصرية تفتح حسابا على تيك توك. وعن هدف الحساب هذا ما كتبته دار الإفتاء. من أجل مزيد من الوعي. من أجل المزيد من التواصل الفعال. من أجل نشر الفتاوى الصحيحة بالفيديو. طيب دعونا نشاهد مشاهدينا مقطعا من الفيديوهات الموجودة على حساب توك توك الخاص بدار الإفتاء المصرية. نشر الفضائح الأخلاقية على مواقع تواصل الاجتماعي لزيادة التفاعل. تعليقا أو مشاركة أو إعجابا حول ما نشر عمل محرم شرعا وهو مجرم قانونا. التحرش الجنسي حرام شرعا وكبيرة من كبائر الذنوب وجريمة يعاقب عليها القانون. طبعا إنشاء هذا الحساب أتى بعد انعقاد مؤتمر دار الإفتاء في الثاني من الشهر الحالي تحت عنوان. مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي. تحديات التطوير وآليات التعاون. ومن ضمن ما تم مناقشته هو ضرورة الاستفادة من المؤسسات الدينية ودور الإفتاء من التكنولوجيا. أو الاستفادة تلك المؤسسات ودور الإفتاء طبعا من التكنولوجيا الرقمية في مواجهة الفكر المتطرف. على وسائل التواصل أثار طبعا فتح حساب تيك توك جدلا. وردود فعلا متباين بين مؤيدين ومتقدين عين من التدوينات. حسن حيدر يكتب لا يمكن عبر مقطع تيك توك توضيح رأي الفقه اتجاه قضية ما. الفقه الإسلامي مثل أي قانون شرحه يحتاج بساحات واسعة. الفقه لا يمكن تعليبه. هذه وجهة نظر معارضة. أما طيبة علي تقول فكرة جيدة وتستحق الدعم. لأن أغلب مستخدمي تيك توك مراهقون يحتاجون للتوعية الدينية بدل الخراب. هي ترى أن ذلك ملائما. أما فاطنة كشاري تكتب فاطنة في تدوينتها. هي تقول متسائلة أنا معرفش هدفهم أي من كده. لو يقصدوا تقديم شيء مفيد في منبر مضر. فأنا رأيي أنهم أخطأوا. لأن المكان المضر الأفضل إغلاقه. مش المشاركة فيه ودعمه. أما سلمة لها وجهة نظر تقول فيها يجب تغيير الخطاب الديني. بالشكل الذي يتغير فيه المجتمع. بمعنى أن شكل الخطاب الديني زمان ما ينفعش مع الناس دلوقتي. فمخاطبة الناس بما يتماشى مع المجتمع دلوقتي. من وسائل حديثة خطوة كويسة جدا. هدى الجرشاوي. الشعب نريد فتوى قاطعة من دار الإفتاء. من أجل برنامج تيك توك. متسائلة طبعا. دار الإفتاء تعلن دخولها إلى برنامج التوك توك. تقول هي كأنها هذا الرد الذي جاء من دار الإفتاء. ولكنها تفترض ذلك بصيغة السؤال وجواب. لكن لمعرفة مشاهدين سبب إنشاء دار الإفتاء لحسابات على وسائل التواصل بشكل عام. دعونا نشاهد هذا الفيديو التوضيحي. دعونا نرى. ترقب علماء الإفتاء مستجدات الأحداث والمسائل. ثم يصدرون الفتاوى التي تواكب تلك الأحداث المتلاحقة. وتجيب عن كافة المسائل الشائكة. وقد تحول العمل الإفتائي في هذه المرحلة إلى التكنولوجيا الرقمية. لتصل الفتوى الصحيحة إلى كل إنسان في مكانه. لذا قامت مؤسسة الفتوى بإنشاء المنصات الافتراضية. التي تغطي حاجة الناس من الفتوى والإرشاد فيما يعرض لهم ويطرأ على حياتهم. شكرا لمشاهدة كاتراندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها.